بانتظار لحظة كأنها لحظة الإعدام تتراء المخاوف في أعين نازحين في رفع يترقبون لحظة اجتياح إسرائيلي لآخر ملاذ لهم نازحون من الشمال قادهم القصف الإسرائيلي لبلداتهم وعمليات الإخلاء بدعوة تفكيك بنية حماس العسكرية قادهم كل هذا إلى الجنوب السيناريو ذاته تكرر في غزة وفي وسط القطاع وصولا إلى الجنوب إلى خان يونس واليوم يشن الطيران الإسرائيلي غارات على آخر مكان بقي للفلسطينيين في غزة رفع ومع نفادي الخيارات لم يعود الحديث إلا عن وقوع مجازر جديدة في حال اجتياح مدينة لا يكفيها أنها باتت أزحم بقاع الأرض بعداد تقارب المليون ونصف المليون نازح يتقاسمون البرد والجوع وفقد كل شيء دخول الجيش على منطقة رفع بر أو جوي إحنا متوقعينها ولكن إيش بدو يصير فينا قد اللي صار في أهلنا في غزة الكل رح يخاف لأنه ممكن إنه إحنا نفقد أهلينا أحبابنا حد إحنا أموالنا دورنا كل إشي إحنا هن بنينا في رفع ممكن إنه إحنا نفقده بلمح البصر فكل الشخص ساكن في رفع إلو هن أحباب أهل دور رح يخاف والله أكيد يعني هم دخلوا كل المناطق وخانيونس يعني اليوم معززين ومدخلين يعني جيش جديد فلغة التهديد لرفع وإنه وصلوا لرفع هذه مخاوف كبيرة لأنه إحنا هن موجود فوق المليون ومئتين نازح من ضمن النازحين والسكان فإحنا قلقنين كتير إحنا وين هنروح بعد رفع وين هنروح قلنا أربع سهور إحنا جينا على خانون الشردنا ولا جبت خمس شباب معاي شردتها العرفع وهاي بدهم يجوا عرفع اتحيرنا قلنا وين بنا نروح بنا رسر العدير البالح العاون حيبقى صعب الوضع إحنا جربناه بقينا إحنا في الشاطئ في السويدة هجموا علينا الجيش وإحنا في السويدة وطلعنا لآخر يوم طلعنا يعني وخايفين يصير فينا هنا زي بصرفين في غزة اشتركوا في القناة